بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمفسدين محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذه الليلة عن الحروف المقطعة في القرآن الكريم هذه الحروف أثارت المعنيين بالقرآن الكريم قديما وحديثا ومن يطالع كتب التفسير يجد الأقوال كثيرة ولعلها تبلغ الثلاثين قولا والمستشرقون أيضا عنوا بهذه الظاهرة ظاهرة الحروف المقطعة ولكن من موقع آخر المفسرون انطلقوا من موقع الإيمان بالقرآن الكريم وتصريح القرآن الكريم بأنها آيات طاسين تلك آيات القرآن وهي آيات قرآنية بينما المستشرقون انطلقوا من موقعهم أو من رؤيتهم للقرآن الكريم على أنه ظاهرة تمسر إلى محمد صلى الله عليه وآله إلى البشر قدرات البشر فجاءوا بأقوال لا تنسجم مع النظر الإسلامية قالوا من جملة ما قالوا أنها رموز إلى جامعي القرآن الكريم فطاها مثلا ترمز إلى طلح وألف لام ميم ترمز إلى المغيرة فمنين جاءوا بهذه الأسماق أنها جمعة القرآن الكريم وغير ذلك مثلا حاء ميم عن سينقاف ترمز إلى مصحف ابن عباس طاسين ترمز إلى مصحف ابن عمر يقول في البداية كانت ترمز إلى نسخ هؤلاء باعتبار أن القرآن الكريم جمعة حسب بعض الروايات أو حسب الروايات التي يعتمدها العامة في جمع القرآن الكريم على أنه جمع في عهد الخلفاء الثلاثة يستفيد منها هذه الأمور نولدغا أو نيلدغا عالم ألماني كتب في القرآن الكريم لعله أوسع كتاب هو تاريخ القرآن الكريم وترجم إلى العربية في السنة الأخيرة أو طبع في السنة الأخيرة مع تطوير لرؤاه وطبوحاته ودراساته تبنى في البداية هذا الرأي عن الحروف المقطعة ثم عدل عنه بعد أن ظهر أحد المستشرقين اسمه لوت أو لوت أعطى رأيا آخر أن هذه الحروف وضعها بالأساس محمد صلى الله عليه وآله يشير إلى الأصل السماوي الأصل الإلهي للقرآن الكريم طبعا هذا يعني أقرب يعني بدأ يقترب من الواقع ولكن مع ذلك أيضا لا محصلة منه فتبنى هذا الرأي الثاني وتخلى عن الرأي الأول هذه الرؤى بأجمعها باطلة عن الحروف المقطعة رؤى المستشرقين ويجمع المسلمون المفسرون الإسلاميون مع المسلمين جميعا أن هذه الحروف آيات قرآنية نازلة كبقية الآيات القرآنية نعم اختلفوا في المراج منها ما المراج من هذه الحروف المقطعة كما ذكرنا إلى أقوال قد تبلغ الثلاثين في تراثنا الروائي هناك خبران أوردهما العلامة المجلسي حول الحروف المقطعة الرواية الأولى وكلهما نقلهما عن معاني الأخبار أو الأول نقله عن معاني الأخبار والثاني عن تفسير العياش الرواية الأولى ينتهي سندها إلى أبي جمعة رحمة بن صدقة قال أتى رجل من بني أمية وكان زنديقا جعفر بن محمد عليه السلام فقال قول الله عز وجل في كتابه ألف لام ميم صاد أي شيء أراد بهذا وأي شيء من الحلال والحرام وأي شيء فيه ينتفع الناس به فقال فاغتاض من ذلك جعفر بن محمد عليه السلام فقال أمسك ويحك الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون كم معك فقال أحد وثلاثون ومئة أو إحدى وثلاثون ومئة فقال له جعفر بن محمد عليه السلام إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومئة انقضى ملك أصحابك قال الراوي فنظرنا فلما انقضت سنة إحدى وثلاثين ومئة يوم عاشوراء دخل المسودة أو المسودة الكوفة وذهب ملكهم هذه الرواية والعلام المجلسي يتناول هذه الرواية بشأن التعليق يقول أن هذا الخبر لا ينسجم إذا حملناه على مدة ملكه أولا الرواية هي بالأصل مئة واحد وستين وليست مئة واحد وثلاثين لأن ألف لام ميم صاد الصاد تسعون فالصاد مئة واحد وستين وبالتالي هناك إشكال أنه مئة واحد وثلاثين الجيش العباسين دخل بغداد دخل الكوفة فالعلام المجلس رحمة الله اللي يقول وقد أشكل علي حل هذا الخبر زمانا حتى عثرت على اختلاف ترتيب الأباجد في كتابنا الكتب قرأ أن المغاربة يعطون لحرف صاد رقق قيمة ستين وليست قيمة تسعين وبالتالي هو يصور أن الخبر الحل حلت مشكلته على أساس هذا الأبجد الشار الأبجد المغربي الشار الرواية الثانية عن تفسير العياش ينقلها عن أبي لبيد المحزومي قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا لبيد إنه يملك من ولد العباس 12 تقتل بعد الثامن منهم يقتل بعد الثامن منهم أربعة تصيب أحدهم أحدهم الذبحة فيذبحه هم فئة قصيرة أعمارهم قليلة مدتهم خبيثة سيرتهم إلى أن يقول يا أبا لبيد إن في حروف القرآن المقطع العلما جما إلى أن يقول وليس من حروف مقطعة حرف ينقضي إلا وقام قائم من بني هاشم عند انقضائه ثم قال الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاة تسعون فذلك مئة واحدة وستون ثم يبدأ أيضا يفصل علام المجلسي رحمة الله عليه أيضا يعلق على هذا الخبر يقول الذي يخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار ومخبيات مخبيات الأسرار هو أن الحروف المقطعة التي في فواتح الشور إشارة إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحق وجماعة من أهل الباطل ثم يفصل في رؤيته في كيفية استخراج النتائج من ذلك تقريبا صفحتين أو ثلاث ويؤكد قصة الاستفادة من أبجد المغاربة الذي فيه بعض القيم ومنها حرف الصال ستين ستون بدل من تسعين بعد ذلك نهاية المقال يقول وإذا رجعت إلى ما حققناه إلى أن يقول آخر كلامه هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربي في حل هذا الخبر المعضل وشرحه فاخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وأشتغفر الله من الخطأ والزلال تعليقنا على الخبرين أولا قبل ما نعلق على كلام المجلسي رحمة الله عليه الخبرين كلا الراويين أبو لبيد ورحمة بن صدقة كلاهما من المجاهين الأول من يعد في أصحاب الإمام الصادق أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والثاني رحمة بن صدقة يعد في أصحاب الإمام الصادق الأول من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام كلاهما من المجاهين لا نعرف عنهما شيئا أبو واحد اثنين لا يحتوي الخبران على تطبيق واضح للفكرة التي أثارتها الرواية الثانية الرواية الثانية تقول أن هذه الحروف المقطعة فيها علم جام وفيها إشارة إلى ظهور أهل الحق ملك أهل الحق يتحدث ما قدمت رؤية واضحة عن بقية الحروف وإنما أشارت إلى ألف لام ميم صاد وفيه معضلة أن ألف لام ميم صاد 161 وإذا طبق على سقوط بني أميه و131 ومشكلة قائمة وبالتالي إذن كلا الخبرين لم يعضي أو لم يقدم تطبيق تفصيلي أو على الأقل رؤية واضحة لأصل الفكرة نعم كلا الخبرين نستفيد منهم أمر تم الاتفاق عليه هو أن هذه الحروف هي عبارة عن تواليخ تشير إلى تواليخ واثنين أن قيم الحروف هو هذا الأبجد الاعتياجي على الأقل هذا المقدار كلا الخبرين يؤكدان عليه ولم يختلف فيه أما تعليقنا على محاولة العلامة المجلسة رحمة الله عليه واللي كان يعتز بها كثيرا لأنه فعلا بذل جهده وأتعب نفسه لكي يفصل في الخبرين المعضلين بالحقيقة ويستنتج منهما من يرغب أن يتابع هذه المحاولة مبسوطة في البحار الأنوار الجدل 52 ويستعين أيضا بالمعزم المفارس أو بمكتبة أهل البيت فيصل بشهولة إلى البيان التفصيلي للعلامة المجلسة رحمة الله عليه تعليقنا أولا أنها محاولة قامت على حساب أبجد المغالبة الذي هو الشاذ في القيمة هذا واحد اثنين لم تقدم المحاولة النظرية واضحة تنتظم كل الحروف تتناسب مع كونها آيات قرآنية في القرآن الكريم إذا جاء فقط ليعطينا خبر سقوط بني أمية وانتهى أو خبر قيام مثلا الحسين عليه السلام وينتهي بهالشكير فهذا لا ينسجم مع كون القرآن الكريم معجز وكون القرآن الكريم مؤثر ومستوعب وعلي على العقول إلى آخر الدنيا يعني لا بد أن يكون شيء بحيث ينسجم مع خصائص الآيات القرآنية بل مع خصائص القرآن الكريم ثلاثة هذه المحاولة حصرت محاولة العلامة المجلس رحمة الله عليه حصرت تطبيق النظرية على تواريخ ترتبط بقيام سياسي ليس إلا محدود أما بقيت له أما الذين لم يكن لهم أي نوع من هذا العمل بما شملتهم هذه النظرية المحاولة التي نحاول أو حاولنا تقديمها قدمناها من مدة طويلة نتحدث بهذا الموضوع تبتني على جملة أمو أولا كون الحروف تواريخ ترتبط بالأئمة كلهم وليس خصوص من قام في مواجهة سياسية الأئمة سلام الله عليهم كوجودات هادية عني القرآن الكريم بولاداتهم ووفياتهم للتنبيه على أن ولادة مثل هذا الإمام هو حدث تستاهل أن يؤرخ منه أو أن ينبه عليه اثنين قيم الحروف المعتمدة هي قيم الحروف المتعاربة عالميا أنذاك عند نزول القرآن الكريم كان هناك العبرانيون اليهود واليهود سواء كانوا عبرانيين أو سامريين سواء كانوا بأقسامهم يتفقون على قيم لأفجد هوج حطي إلى آخره آخر حروفهم قرشت القاف 100 الراء 200 الشين 300 تا 400 كذلك مشى على هذا الحساب مشت الأمم السريانية ونجد إلى اليوم التوراة بالعبرية ترقم بالحروف بهذه الحروف من يجدون يكتبون الآية رقمها أو الفقرة رقم 50 يكتبون نون وهكذا بقية الحروف سواء كان العبرية أو كان السريانية اليونان أيضا أخذوا بهذا الاتجاه وقد عافرتوا شخصيا على جدول فيثاغورس مكتوب بالحروف التي نعرفها وكذلك الرومان فإذن هي قيم عالمية يعني عند نزول القرآن الكريم ويستخدم هذه الحروف إذا انطلقنا وهكذا تنطلق المحاولة من أن هذه أرقام أو تواليخ تعتمد هذه القيم العالمية المتفق عليها عند الأمم جميعا بما فيهم العرب الأمر الثالث أن القرآن الكريم استخدم الطريقة السائدة لدى الأمم في حساب التاريخ لو درسنا كيف كانت الأمم تؤرخ هناك عند بني إسرائيل تأريخ منذ الخلق يقولون أربع تلاف سنة بعد الخلق بعد آدم أو من خلق آدم خمس تلاف أو ست تلاف هناك أيضا عندهم تاريخ طويل تاريخ الخروج منذ خروجهم من مصر أو الهجرة مثل ما عندنا الهجرة لكن إلى جنب ذلك عندهم تواريخ جزئية وبخاصة الأمم غير اليهود وغير المسلمين عندهم تواريخهم المجزأة التي تبدأ من وفاة ملك فيؤرخ منه حتى إذا توفي هذا الملك الجديد تركت الحادثة حتى وفاة الملك السابق وليؤرخ من الملك الجديد وعند العرب أيضا موجود كانوا يأرخون مثلا من وفاة قصي زعيمهم ورئيسهم حتى إذا جاءت حادثة أكثر أهمية عند العرب جميعا وضغت على التاريخ اللي هي قصة الفيل أرخوا من حادثة الفيل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله ولد حادثة مثلا سنة الفيل ومثلا القضية الفلانية كانت عشر سنين بعد الفيل ثلاثين سنة بعد الفيل وهكذا فهذا حساب معروف متعارف عند الرومان عند اليونان عند الأمم الأخرى وعند العرب أيضا القرآن الكريم استفاد من هذه الطريقة وأرخ تبعا لهذه الطريقة استفاد منها يعني أمام حوادث مهمة أراد إبراج أهميتها فأرخ منها لكي يحق يؤدي الشيء الذي يريده من هذا التاريخ فمثلا أرخ من سنة قتل الحسين عليه السلام أو سنة نهضة الحسين عليه السلام سنة الستين وهي جدا مهمة أرخ من ولادة النبي أرخ من ولادة الإمام الباقي السلام الله عليه أرخ من وفيات الأمة الأمة واحدا بعد الآخر وولاداتهم وها قد انتظمت هذه الحقيقة ظاهرة البروف المقطعة يعني ظاهرة حينما نتعامل معها كتواريخ نجد أنها أرخت للوفيات والولادات للأئمة عليه السلام وبها تنتظم الفكرة يعني الفكرة الآن حينما نعرضها أن هذه الآيات عبارة عن تواريخ تنتظم حينما نستخدم هذه الطريقة وليست طريقة أخرى بحيث تكون منتجة وتنسجم مع الآيات في السورة المعينة أو تكون منسجمة في نفسها بحيث تعطي فكرة أساسية ومهمة في القرآن الكريم تنسجم مع ظاهر أو مع الآيات القرآنية تنسجم مع القرآن الكريم باعتباراً معجزة باعتباراً من ذات حكيمة عالمة بتفاصيل المستقبل وبالتالي تكون هذه الحروف المقطعة حينما تؤرخ للوفيات وولادات الأئمة عليه السلام مع قراء معقولة جداً لهذه الفكرة أقول هذا معجز هذا ممكن ينهض به إلا الله سبحانه وتعالى العليم بالحوادث وبالأزمنة نحن نعتقد أن الحروف المقطعة فرؤية شخصية هنا من يشاركنا من الباحثين هذا المعتقد أن الحروف المقطعة في القرآن الكريم بيان تفصيلي للحوادث المستقبلية بينه الله تعالى لرسوله وبينه رسوله للأئمة سلام الله عليهم لتكون هاجياً لهم في حركتهم الرسالية طبعاً لدينا معالم ومظاهر لهذا كثيرة أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أثر عنه كثير من الإخبارات المستقبلية المسلم به هذا من ذلك يعني هذا جزء من هذه الفروة العلمية قد بقي هذا البيان عند الأئمة عليه السلام أما القدر الميسر لنا معرفته من أسرار هذه العروف أو كتواريخ فهو ما يرتبط هذا حسب رؤيتنا الشخصية فهو ما يرتبط بإمامة أهل البيت عليه السلام وقد جاءت الحروف المقطعة لتذكر بتاريخ خاص بالإمام المعين في سياق الآيات التي تتحدث عن الإمامة إما مباشرة كما في سورة النمل أو بواسطة القصص كما في سورة مريم وشور أخرى قد يقول طائل بعد ذلك إذا تلاحظون أن المحاولتنا تبتني على أن هذه الحروف المقطعة تواريخ ترتبط بوفيات وولادات الأئمة عليه السلام تأتي في سياق عرض نظرية أو عرض حقيقة أن القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت عليه السلام تحدث بثلاثة أشاليب الأشلوب الأول العناوين العامة التي تشملهم وتشمل غيرهم وبالقرائن سيكون العنوان خاص بهم وعناوين أخرى تشملهم أو تخصهم كعنوان أهل البيت عليه السلام مثلا وعنوان آل إبراهيم كعنوان بحثناه حيث يرد عنوان آل إبراهيم مقرونا بعمران أو بإسرائيل مثلا قوله تعالى إن الله اشطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هنا آل إبراهيم عنوان للإشارة إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه آل إشحاق معبر عنهم بآل عمران وهكذا في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدى ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل اللي هو يعقوب ومن من هدينا واشتبينا من هذه البيوتات الأربعة وأربع بيوت بيت آدم من سب إلى آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إسرائيل وهنا من ذرية إبراهيم النبيون من ذرية إبراهيم هو واضح عبارة عن عن إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وآله لأنه لا يريد هنا الإشارة إلى النبيين من ذرية إسحاق لأنه ذكرهم بين إسرائيل وإسرائيل أي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ليس من المعقول أو أن القرآن الكريم يريد أن يرفع من بيت إسرائيل وبينه وبين إبراهيم أب واحد وهو إسحاق هذا خلاف الذوق القرآني وإنما هنا القرآن الكريم بصدد تأسيس أو الإشارة إلى بيوتات كبيرة في الهداية بيت إسرائيل يعني بيت يعقوب 1400 سنة فيهم الأنبياء يوسف والأئمة من ذريته ثم موسى وهارون والأنبياء والأئمة من ذريته عمروا ألف وأربعمائة سنة إلى عيشة عليه الصلاة فهذا بيت كبير ولابد أن يقابل البيت آخر كبير طبعا بيت نوح كبير الأئمة والأنبياء من ذرية نوح الأئمة والأنبياء من ذرية آدم فهنا الأئمة والأنبياء من ذرية إبراهيم لا يمكن أن يراج به فقط هو إسماعيل ورقف أو يراج به أن نكرر بيت إسماعيل بيت عمران كله هنا لا يراج به الإشارة إلى ما ذكرته الآية الكريمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لا ما عدنا إشحاق عدنا فقط إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا أن كانت السميع العليم إلى أن يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك إبراهيم مسلم ونبي رسول متحن إسلام إسلام مئة بالمئة هذا الانقياد وإسماعيل فهمنا هنا بقرية السياق ولينفل من السياق أن المراد هنا بالإسلام لإسماعيل أيضا لابد أن يكون بمستوى إسلام أبيه واجعلنا مسلمين لك يعني اجعلنا في حالة الانقياد التام المطلق لك ثم بعدها ومن ذريتنا هو إبراهيم ما عندها لإسماعيل يعني ومن ذرية إسماعيل أمة مسلمة لك كإسلام إبراهيم وإسماعيل وإلا لا يكونوا قربة عين تماما لذلك هذه الأمة المسلمة انظروا ماذا قال بعدها ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة اللي هي إسلام هكا إسلام إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني رسول مشلم مئة بالمئة منقاب لله تعالى مئة بالمئة وابعث رسولا فيهم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ما هو يزكيهم أخرها يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم أخر التزكي بينما في سواف الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة لماذا لأن هؤلاء في ظلال مبيل في شرك في نجاسة معنوية بالتالي يحتاجون إلى تطهير من هذه النجاسة إعلان إسلامهم بعد ذلك تعليم عدنا مستويين فإذا هذه الأمة المسلمة الطاهرة التي بعث إليها النبي خاصة رلا يختلف المفشرون على أن هذا الرشول في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وابعث فيهم رشولا منهم أن هذا محمد صلى الله عليه وآله إذن محمد صلى الله عليه وآله بعث في أمة مشلمة كإسلام إبراهيم وإجماعيه أم هؤلاء علي ولا أمة من ذريته فيما بعد هؤلاء هم آل إبراهيم هم ذرية إبراهيم الطاهرة التي هي أولى بإبراهيم أولى بإمامته فإذا ضممنا هذا إلى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن الذي يرث لإمام الإبراهيمية هم هذه الأمة المسلمة والنبي المبغوث فيها فهذا بيت كبير هذا بيت أيضا عمر في الأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وآله أربعة عشقان وبالتالي إذن القرآن الكريم أشت لهذه البيوتات الأربعة فهذا العنوان عنوان آل إبراهيم عنوان خاص أراد حيث يقترن مع إسرائيل أو عمران إنما يراد به آل محمد صلى الله عليه وآله وهذه القرآن الكريم إذن تحدث عن أهل البيت عليه المسلم بعناوين عامة بعضها تشمل الأنبياء وغيرهم أو خاصة كعنوان آل إبراهيم وعنوان أهل البيت وعنوان الذين آمنوا وعنوان السابقين المقربين وعناوي كثيرة جدا في القرآن الكريم هذا أسلوب ثاني أو أسلوب أول الأسلوب الثاني تحدث عنهم عن طريق القصص يأتي بالقصص القصص الأنبياء يختار المقطع الذي سوف يكون نظيره في هذه الأمة لواحد من الأمة عليه السلام هذا أسلوب آخر والأسلوب الثالث هو الإعطاء تفصيل أعمق وأدق مقروم بالزمن عن هؤلاء الأمة عليهم السلام وهو الحروف المقطعة فإذن محاولتنا في عرض أو في الاستفادة من الحروف المقطعة تأتي في هذا السياق وليس في عمل مباشر يهمنا أن نتحول بالقرآن الكريم إلى طريقة أخرى لا نحن أمام نظرية مؤسسة عليها روايات من أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا يخاطب أحد أصحابه لألفيتنا فيه مسمين أمام نظرية واضحة جدا أن القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت بألسنة بأساليب مختلفة منها الحروف المقطعة هذا المحاولة تبتني أيضا على هذا الأمر وقد يقول قائل هنا لو كان الأمر بهذه الأهمية يعني أمر أو الإمامة مهمة جدا وأجبنا أن القرآن تحدث عنها لو كانت الحروف المقطعة هي تواليخ ترتبط بالأم هذا أمر مهم جدا لماذا فقط روايتان ضعيفتان مجهون من من قبل راويين مجهولين القضية حتى لو لم تأتين هذه الروايتان الظاهرة الرقمية تلفت نظر الباحثين رقم يعني ظاهرة الحروف المقطعة كحروف وأي باحث حينما يريد أن يبحث وبالأخير إذا كان عنده سعة اطلاع يعرف الأمم كيف تؤرخ ورح يجي واحد من الاحتمالات التي يثار أمامه بقوة عن هذه تواليخ فإذا بدأ في سلسلة من العمليات يصف إلى هذا الأمر واليوم والحمد لله في زماننا هذا الظاهرة الرقمية الرياضية في القرآن الكريم هي من أوسع الحقول التي تعمل عليها العقول الإسلامية من سنة ومن شيعة ومن حتى الآخرين وفي الانترنت اليوم موقع عن القرآن الكريم مواقع عن القرآن الكريم في الأرقام ظاهرة ملفتة للنظر وبالتالي إذن لا ينبغي أن يشكل أحد يقول أن الروايتين مجهولتين لم نؤسس المطلب نعم استفدت أنا شخصيا من الروايتين أن أثارت بين يدي مفتاح القتال مفتاحا أن هذه عبارة عن تواريخ ما من إمام ما من حرف ينقضي إلا ويقوم إمام من الأم قال الحرف هذا المفتاح استلمت من جاء به لا يهمني ولم أضحف ذلك في وقتها عن كلا الراويين لأني لا أنظر إلى المسألة أنه ينبغي أن ننظر سنديا أولا لا هذا المفتاح بدأت أشتغل عليه كمحاولات بعد شهر تقريبا من الجهد والبحث الله سبحانه وتعالى فتح علي في أنه انتظمت الحروف انتظام طبيعي وإن شاء الله أعرض بعض نماذجه على الأخوة الكرام عندنا نموذجان النموذج الأول من سورة النمل إن شاء الله نتحدث عنه فيما بعد أبدأ بالنموذج القبلة هو النموذج من سورة مريم كاف ها يا عين صاد بموجب النظرية هذا حساب أبجر 195 نؤرخه من الهجرة 195 هجرية ما الذي حصل ولادة الإمام الجوال سلام الله تعالوا نقرأ الآيات الكريمة في سورة مريم لنلاحظ مقدار انسجامها مع مع هذا الرقم كاف ها يعني صاد مانشيت 195 من الهجرة ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكو بدعائك رب شقية واني خفت الموالية الموالي ولد العم اني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا مشكلة عنده هو امام نبي وامام ومواليث الامام عنده مواليث الامام من االي عقوب وفي قباله بن عمه في تلك الاجواء ادعوا الامام الالهي التي يتميج بها هو واباؤه ادعوا ان هذه الامام لهم ايضا الشراع موطع خطير ومهم جدا ادعوا الله تعالى ان يهب له من لدنه فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من الى عقوب واجعله ربي رضيا طبعا الانبياء ادعيتهم مقرد سلفا يعني هو مخبر انه عند منذ لت ولد وادعو ولا تيأس بلغت تسعين ما اجا ولد اشتعل الرأس شيبة امرأته عاقر لكن عند وعد انه انت من ذريتك ولد من ذريتك امام بالتالي دعا يعني لا يدعو الا حيث ينبغي له يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيا ولم نجعل له من قبل سنية يبدو انه اول ظاهرة امام مبكرة في بني اسرائيل في ظاهرة يحيا الى ان يقول يا يحيا خذ الكتاب وآتيناه خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيعا ظروف سياسية وفكرية يدعي اولاد عم زكريا انهم لا ائمة في قبال زكريا فزكريا اذا مات وهو بتلك الظروف هؤلاء يدعون الامام ويظلون الناس الله تعالى رزقه يحيا من موقع سن مبكر مات زكريا وتصدى للامام يحيا في مواجهة تلك الظروف نفس هذه الحالة تماما مر بها الامام الرضا سلام الله عليه الامام الرضا كزكريا لأكل فارق في العمر عمره 42 سنة ما عنده ولد والامام في ذلك الوقت وظروف بن العباس وملاحقة مدرسة ابيه وجده وشيعتهم والاعلام الشرس الذي مارسوه لتضليل الامة ويجعل رأسه يشتعل شيبة تماما الله تعالى يرزقه بولد على يأس يأس منه الاصحاب ولم يأس الامام لأنه على موعد من ربه واتهمه الخصوم بالعقم خصوم بن العباس اتهموه بالعقم حتى لما ولد له الجواد سلام الله عليه اتهموه قالوا هذا ليس منك ومعروف القصة وسبحان الله يتوفى الامام الرضا حسب مخطط المأمون أنه كان يريد أن يحتوي الامام والامام عند طفل يمكن احتواءه وبالتالي تنتهي الامام الالهية بالاختواء عباسي الله تعالى أحبط هذا الاحتواء بعد أن تصدى له المأمون ودس السم للامام الرضا ما كان يدور في خلدة أن من مثل الامام الجواد وهو صبيع عمره 8 سنين 7 سنين يقول أنا أنا حجة الله إلي إلي وشبط تماما مخطط المأمون بهذه الامامة المبكرة تماما كنظير امامة يحيى والملفت للنظر أن الجواد أن يحيى بالعبرية تعني الجواد أيضا يعني التشابه إلى حد بعيد حتى في اللقب حتى في الإسم يحيى معرب يوحنان يوحنان حينما تفتح أي قاموس عبري يقول لك الكريم الجواد تشابه حجي تماما ف195 إذن ما تحتها مقطع يتشابه تماما يعني هذا إنباء بالغيب تماما أنبأ الله تعالى بالغيب فإذن هنا النظرية أعطتنا للرقم أعطت حادثة تماما تنسج مع كون القرآن الكريم معجز تعالوا للمقطع البعد إذا أرخنا إذا 195 أرخناها من سنة النهضة الحسينية والنهضة الحسينية حدث خطير في الإسلام في تاريخ الإسلام كله يستأهل أن تلك السنة التي تحرك بها الحسين عليه السلام أن تغبط تاريخيا أن يؤرخ منها سنة النهوض الحسيني التي انتهت بالشهادة سنة 60 سنة 61 قتل الحسين عاشراء سنة 61 يعني عشر تيام من 61 والسنة القبل هي سنة النهضة سنة 60 ف195 من سنة النهضة الحسينية أو من سنة القتل واحد سنة 255 من الهجرة اخبروني ماذا حصل في سنة 255 ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه وهذا أمر متفق عليه والشيء الغريب أنه هناك إجماع على أن الإمام سلام الله عليه لما توفي أبوه الحسن العسكري كان عمره خمس سنوات وهذا ما ينطبق إلا على رواية كون ولادة 255 وليست رواية رواية سنة 266 والمشكور عندنا هو 255 في الحقيقة سنة ولادة الإمام سلام الله عليه شوفوا ماذا يجري بعد قصة يحيى وزكريا راح تجي قصة مريم وعيسى عليه السلام وهي تماما على مستوى الاختلاف بالولادة على مستوى الإنباء بالولادة مسبقا لأنه عندهم التوراة تقول أحد كتب التوراة يقول كتب العهد القديم يقول ستلد العذراء ولدا كعلامة لانتهاء الإمام الإسرائيلية في بني إسرائيل جاءت العذراء بولد لكن هؤلاء ما قبلوا اختلفوا في الولادة كفر بني إسرائيل كفرت اليهود وآمنت آمنت المسيحي وآمنت النصارى بعيسى عليه السلام اختلفوا في ولادته ثم أيضا اختلفوا في قتله في غيبته طبعا ما قتلوه اليهود قالوا قتلناه واستحقوا بذلك اللعنة والمسيحيون أو النصارى صاروا ضحية للإعلام اليهودي فاعتقدوا أنه قتل والقرآن الكريم يكذب ذلك ما قتلوه ما صلبوه بل رفعه الله تعالى اليه هو هذا الذي حصل في الإمام سلام الله عليه الإخبار بولادته مسبقا موجود واختلف المسلمون حين ولد فآمن الشيعة بأنه ولد وتعاملوا معه استجابوا له وكفر اليهود في ذلك لاحظوا بتقى التشابه بين ظروف النشأة لعيسى واستمرار حركة المؤمنين بعيسى وظروف النشأة للمهدي سلام الله عليه واستمرار حركة المؤمنين بالمهدي سلام الله عليه استمر الحواريون وهم بقايا أتباع يحيى يعني أتباع عيسى هم أتباع يحيى لما ظهر عيسى آمنوا بعيسى عليه السلام يعني هناك خط من الإمامة مستمر كان رمزه زكريا ثم يحيى فالمؤمنون بزكريا ويحيى بقاياهم انفتحوا على عيسى عليه السلام ثم لما جاءت المحنة وغيب الله تعالى عيسى غيبه غيب لعيسى عليه السلام لم يقتل غيب وهذا بحث مفصل وبالجليل انه بعد الحادثة المزعوم يجاهم عيسى عليه السلام الى الحواريين هذه القصة في سورة المائدة الصور قال الحواريون ما احفظ الآية ولكن مضمونها انه طلبوا منه ان ينزل الله تعالى مائدة حتى ما ممكن ان هؤلاء اذا كانوا حواريين يعني خواص عيسى يشكون في عيسى متى اذا هذا الشب صار هذا الشب صار منهم بعد هذا الاعلام الموسع انه قتل عيسى اذا كانوا حواريين يعني خواص عيسى يشكون في عيسى متى اذا هذا الشب صار هذا الشب صار منهم بعد هذا الاعلام الموسع انه قتل عيسى وهؤلاء مشردون مختفون لا يعلمون حقيقة الأمور وإذا فجأة يجيهم شخص يقولون أنا عيسى مظاهره عيسى شكوا شكوا لأنه الظرف يفرض عليهم خافوا أن هذا الرجل ليس هو قالوا إن كنت عيسى صاحبنا المعجزات سجلي على يديه بسنا نجوه عالين من قل لك إحي ميتا سوينا مائدة ناكل خبز خلناكم خبز فعلا أنزل الله تعالى عليهم مائدة ليطمئلهم أنه أن الذي بين يديهم عيسى ولم يقتل حتى يخرجوا من هذا الإعلام الذي طوقهم أن عيسى قتل وهذا يتناسب مع كونهم حوالين لم يشكوا في أصل نبوته ولا في الإمام به وأنما شكوا أن هذا الطرف هذا الشخصي الذي أمامه وهو عيسى جاءهم متنكنا طبعا يأتيهم متنكنا ولا يأتيهم بهياته السابقة انطلق الحواريون بالإيمان بإيسى ولد وواجه اليهود بلغ رسالته يبشر بأحمد انطلقوا بهذا وأنه غيبه الله تعالى انطلقوا بهذا إلى اليوم لكن حرفوهم على الأسف يعني فيه قليل أو كثير بل فيه كثير في الحقيقة حرفوه بينما قصة المهدي سلام الله عليه نفس الظروف تماما المهدي يولد في ظرف ظرف صعب في ظرف صعب للأئمة سلام الله عليهم حتى عتم الإمام الحسن عليه السلام ولادته الذين صاروا حواريين للمهدي يعني سفراء الأربعة هم أصحاب آبائه الهادي والحسن العسكري تماما نظير أصحاب زكريا ويحيا ثم هؤلاء النواب الأربعة في الغيبة الصغرى حملوا فكرة الأنعي أن المهدي ولد وأنه تحرك وأنه يجيب على الإفتاءات وأنه يقود تماما هم هؤلاء تحركوا وتحرك العلماء من بعدهم على هذا النهج تماما إلى اليوم وحافظوا على الأمانة هنا سجل علماء الشيعة المرجعية في غيبتها الصغرى وفي غيبتها الكبرى الجدارة جدارة البقاء على العهد الوفاء بالأمانة استمر النواب الأربعة وهم أتباع الحسن العسكري وعلي الهادي عليه السلام ومن بعدهم المرجعية الشيعية العامة تحمل رسالة الإيمان بالمهدي المولود وبغيبته وبالوعد بعودته الثانية آخر الزمان هذا كل شغل عشر قرون شغل العلماء العلماء الذين تعاملوا مع المهدي سلام الله عليه وتعاملوا معه حسيا ونقلوا لنا أخبار تعاملهم الحسي معه هذا المقطع الثاني هذا التأريف عجيب هذا 195 أعطانا مشهدين من مشاهد القصص رائعيني جدا وحينما نتحرك في سير الآية في سير السورة عجيب تنتهي السورة في نفس المنهج الذي تتحرك فيه سورة النمل تماما النمل فتلاحظون هنا إذن هذا النموذج نموذج واضح تماما لا لبس فيه ولا غموظ فيه عبارة عن حساب أبجد العالمي عبارة عن تواريخ جاءت الفرضية النظرية هكذا انت تتحرك بيها قد تثير أمامي إشكالات قد تثير أسئلة أنا أقول هذه الظاهرة هذه الظاهرة هذه النظرية لأننا تعاملنا مع الحروف في هذا هذه السورة على أنها تواريخ تحولت السورة يعني صار هناك إنسجام عالم جدا بين مضامين السورة بحيث تحولت مشاهد السورة مقاضع السورة إلى مشهد واحد إلى لوحة واحدة عن إمامة أهل البيت سلام الله عليه هذا نموذج أصور بهذا الوقت انتهى وإن شاء الله نموذج سورة النمل نتحدث عنه في الليلة المقبلة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين آمام